اشتركوا في القناة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحلو الكلام إلا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جعلنا الله من رفقاء هذا النبي في جنة الخلد إن شاء الله سهلا بك عمر أهلا وسهلا بك أخي رضوان اليوم معنا في حلقة اليوم السيد أحمد طلحي ونكمل في قصصنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وزيد وبارك وكرم عليك سيدي رسول الله إن من أسعد لحظات المحب أن يجلس مع من يحب وأن يتحدث أو أن يسمع الحديث عن من يحب فأنا أحبكما وأحب أن أتحدث معكما عن من أحب صلى الله عليه وسلم للجمهور الذي نحب والشاشة التي نحب فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم نعم قبل أن نبدأ الحوار عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم شاهدت أنك تتكلم اللغة المصرية بطلاقة يعني وأين ذهبت اللغة الليبية؟ الحقيقة أن الفقير الأصول من ليبيا وهذا يعني شيء يثلج صدري كثيرا فأتحدث اللهجة المصرية نظرا لإقامتي في مصر لأكثر من عشرة عقود أعمل في مجال التدريس وفي مجال الوعظ والدعوة والإرشاد في الراديو والتلفزيون فمن الطبيعي أني أحدث هذا الشعب بلهجتهم لأن من السنة أن تتحدث معهم بما يعقلون ويفهمون لا سيما بلهجتهم القريبة إلى قلوبهم واللهجة المصرية كما أن مصر هي أم الدنيا أعتقد أن اللهجة المصرية الدارجة هي أم اللهجات فكل الناس يعني يتحدثون اللهجة المصرية أو يفهمونها ومن لطيف ما رأيت عندما رأيت شاب من الجزائر عندكم ذهب إلى المدينة المنورة وهو يبتع من أحد الناس يريد أن يشتري منه شيئا وهو سعودي وهذا في الأصل أنه جزائري ويتحدثان مع بعضهم والبعض باللهجة المصرية لما لأنه امرأة والإعلام والثقافة والأثار في مصر كثيرة جدا أو تفهم اللغة الجزائرية أكيد أحبها وأتمنى أني أتقنها يعني الجزائريون لهم في قلبي مكان عظيم جدا لسيما أننا أسلمنا على يد الجزائريين سيد محمد بن علي السنوسي أبي عبد الله رحمه الله ورد في مصد غانم في ذلك الجبل الذي يسمى بجبل أسنوس ومنه نشأت هذه الأسرة الكريمة حتى أصبحت هي الدولة الحاكمة أو هي الأسرة الحاكمة في ليبيا العائلة السنوسية الأصول أنه من الجزائر الشريف وليبيا بلد المليون حافظ وما أدرك والجزائر بلد المليون شهيد يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بشهداء هذا البلد المبارك وينظروا إلينا في يوم الأيام ويشفعوا لنا فالشفاعة وهي طلب الخير للغير فبهم إن شاء الله ندخل الجنة كما تكلمنا على بسمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نتكلم اليوم على غضب النبي محمد صلى الله عليه وسلم منهج غضب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا صح التعبير شيخنا كيف كان غضب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعضنا الله وإياكم المشاهدين والمحبين من غضبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكنه أسوة وهو صلى الله عليه وآله بشر له صفات بشرية نتعامل معها ونأخذ منها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فمعنى الأسوة أي القدوة فكيف كان يغضب هل كان يغضب نعم لو لم يكن يغضب فكيف نتعلم الغضب وكيف ننجو منه لأنه شعلة من النار وكيف كانت وصاياه قوله لا تغضب جاءه رجل يقول عظني يا رسول الله وأوجز يعني قل لي موعيدة سريعة بسيطة هو زماننا اليوم سيدي رضوان كل الناس يريدون الجواب حلال أم حرام يجوز أو لا يجوز نفعل أو لا نفعل ويريد أن يدخل في تفاصيل حتى أو في مذاقات واختلافات وآراء العلماء في هذه المسألة فالحبيب المصطفى قال له لا تغضب حتى أن في كتاب عنوانه أنفاس الرسول هذا كتاب الجميل جدا وهو كلمات حديث رسول الله من كلمة واحدة حديث لرسول الله من كلمتين حديث لرسول الله من ثلاث كلمات وهكذا فمن ضمنها هذا الحديث الذي هو من كلمة واحدة لا تغضب فهذه الجملة وهذه الكلمة منها جوحية طيب الإنسان يستغضب فكيف لا يغضب والحبيب صلى الله عليه وسلم قال الإنسان يستغضب لكنه روح له الفداء قال ليس الرجل بشديد الصرعة الذي يهزمك ما يسمونها اليوم بقصف الجبهات الردود التي نراها عبر السوشال ميديا فلان قال فأنا أرد عليه وأنا ألجمه وأنا يعني هكذا وكأنني ألكم بهذه الكلمة فأحط نظار سودة وسيجار وكأنني انتصرت عليه هذا كله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فعندما ننظر في هذه المسألة قال ليس الرجل بشديد الصرعة الذي يسرع الرجال إنما الرجل الذي يملك نفسه عند الغضب هنا الرجولة فكان سيد الرجال صلى الله عليه وسلم يملك نفسه عند الغضب فمنهاجه في الغضب أن يمسك صلى الله عليه وسلم لسانه فلا يقول شيء ويمسك يده فلا يفعل بها شيء ويمسك رجله فلا يخطو بها خطوة لا يريدها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم هل يمكنك أن تحكي لنا قصصا ومواقف من غضب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا يمكنني أنا أحبك يا شيخ عمر وأنت جميل جدا وكل الأسئلة التي تأتي بها بسم الله تنبئ عن جمال في قلبك نحن نتحدث عن منهجه لا عن غضبه لكن نسأل بالأمس القريب كنت سألتني في حلقة من الحلقات عن كيف كانت بسمته واليوم كأنك تسأل هذا السؤال لكن من ملحظ آخر كيف كان غضبه روح له الفداء كان يعرف له الغضب بشيء واحد وهو عرق في جبينه الشريف كان يدره الغضب كلما يغضب صلى الله عليه وسلم يظهر هذا العرق هذه أول مرة نعرفها هذه من شمائله الشريفة وكأن غليان الدم جريان الدم بسرعة فدورة دموية تتحرك بسرعة فكان له عرق يقول الإمام الترمذي في شمائله والإمام يوسف النبهاني كذلك في كتابه وسائل الوصول لمعرفة شمائل الرسول وعبد الله اللحجي في منتهى السول على وسائل الوصول كلهم يترجمون أن غضبه صلى الله عليه وسلم كان يدره عرق من الغضب طيب هل كان يتكلم بشيء في الغضب؟ كان لا يتكلم إذن أنا كإنسان اليوم في رمضان أغضب وقد أقود السيارة ويأتي إنسان فيضايقني أحد يبيع ويشتري معي فيضايقني لما لأني اعتدت في النهار أشرب كأس قهوة أشرب كأس شاي فعندي الدماغ يكون هكذا مرتب الآن أصبح الموضوع صعب وأنا متنرفز نسبة السكر عندي منخفضة فأنا أغضب شديد الغضب سريع الغضب مباشرة نقول الشمائل من الحبيث صلى الله عليه وسلم أن تمسك لا تتكلم فإن غضبت لا تتكلم إن غضبت لا تفعل لا ترتكب شيء إن غضبت لا تتخذ قرارا أنا سأتخذ قرار وأنا غضبا ستندم عليه ستقول كلمة سيدنا الإمام علي يقول لا تقول ما يعتذر منه لا تتلفظ بكلمات يأتي وقت وتعتذر منها هذا كله من الغضب هكذا كان غضبه صلى الله عليه وسلم ثم أوصفنا أو أرشدنا بأوصاف قال إن كنت واقفا فاجلس لو أنت منزعج متضايق غضبان اجلس مباشرة طيب لو كن جالس أغضبوني وأنا جالس حاول أن تتجع تكون على ميلان لو أغضبوني وأنا مفترش البيت وجالس في البيت لكنهم في البيت طلباتهم كثيرة فأغضبوني ماذا أفعل قم وتوضأ لا تبقى في هذا المكان وإذا أغضبت كالزوجة كيف تعمل؟ تراضيها لأنك أنت الرجل والقوامة عليك أن تراضيها بما أن تكون ليس الرجل بشديد السرعة إن أن الرجل الذي يملك نفسه عند الغضب فتحتوي هذه الزوجة بال بالعكس ملاطفة السيدات السيدة هي عقل أم إحساس الرجل عقل أم مرأة إحساس نصيحة لكل مشاهدي قناة الشروق ولكل متتبعي هذا البرنامج المبارك أعلام ومعالم أقول له إن أغضبتك زوجتك في نهار رمضان كلمتان قدمهما قبل أي جملة ستقولها قل لها أنا أحبك أنا آسف ثم قل ما شئت كلمة أنا أحبك وأنا آسف مباشرة تؤثر في وجدان المرأة فتتناسى المشكلة لكن لا تأتي معها أنت بعقل وهي بمشاعر نعم وأهم من كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هن زوجاته عليه أفضل صلى الله عليه وسلم نتكلم على غضب النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته ولو تعطينا أيضا قصة من ذلك لكن لما نجد أنه في يوم من الأيام حصلت مسألة فغضب منها رسول الله مسألة مع الزوجات هذا سؤالكم فكان روح له الفداء لا رغبة له في أكل العسل فجاءت إحدى أمهات المؤمنين فألقمته عسلا فكانت بعض القطرات فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم هكذا في القصة الشريفة فخرج من عندها وذهب إلى بيت أم المؤمنين الأخرى لا نذكر الأسماء حتى الناس لا تتحامل ويحصل أمر غير مقبول فذهب إلى البيت الآخر فلما جلس وكأنها رأت العسل على فم الحبيب صلى الله عليه وسلم فقالت هل آتي لك بالعسل؟ قال لا حاجة لي به قالت له نعم تأكله في بيتي فلانة ولا تأكله في بيتي ولا من يدي فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال مرضاتا لك ولها حرمت على نفسي العسل فنزلت آية كريمة سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم لا أحلى الله لك تبتغي مرضات أزواجك فانظر حتى إلى غضبه الشريف كان الله سبحانه وتعالى ينزل فيه بالوحي هذا في غضبه روح له الفداء مع زوجاته وكيف كان إنما هو ملاطفة والغضب الذي فيه اللطف ليس فيه نوع من الانتقام أو القسوة أو جرح وكسر من هم أمامي سواء بالكلمة أو بالعبارة وكيف كان غضب النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه من قريش؟ الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا شيخ عمر كان له نوعان من الغضب غضب لله وغضب ذاتي الغضب الذاتي هو الغضب الذي له علاقة بنفسي أنت ارتكبت معي شيئا يخصني أنا شخصي أنا أسلوبي أنا أسرتي أنا شيء له علاقة بي فكان روح له الفداء لا يغضب لهذا لا ينتقم لنفسه إن جاء أحد وقطع قميصه لا يلتفت إليه إن جاء أحد وجذبه من قميصه حتى يؤثر في عنقي الشريف يلتفت إليه مباسطة لأن في الكتب السماوية القديمة كان من علامات صدق نبوته صلى الله عليه وسلم عند الذين يريدون أن يسلموا سواء كان راهبا في النصرانية أو كان حاخان في اليهودية كانوا يعلمون كلما زاد عليه الجاهل جهلا الجاهل هو المقصود به فقير الأدب الذي يجعل الناس يرتكبون معه نوعا ما من القسوة فهو الجاهل فقال كلما زاد عليه الجاهل جهلا زاد معه حلم وأكثر حادثة أغضبت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووجب أن نتطرق إليها في حديثنا حادثة الإفك كيف تعامل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكيف كان أغضب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك حادثة الإفك حادثة عريضة عظيمة كل المسلمين يعلمونها لكن منهج الحبيب المصطفى في هذا الحديث رجل تحدث عن زوجته كيف يأخذ حقه يذهب ويقاتل أم يتحقق أم يشك فيها مسألة كانت عظيمة كانت لها مسائل كبيرة جدا أبوها سيدنا أبو بكر صديق كيف يكون رأيه سيدة عائشة كيف يكون رأيها فأمسك حتى ينزل في أمرها قرآنا وحل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر فهو المنهج الذين أخذوا أمسك كلما غضبت أمسك من المواقف التي قد الناس لا تمسك فيها وهو الاختلاف ما بين العلماء والاختلاف ما بين المشارب والاختلاف في المفاهيم نجد أن إنسانا قال كلمة فيأتي إنسان ثاني ويعلق عليها سلبا طيب هل تعلمت العلم حتى تعلق عليها سلبا لأن تعليقك هذا أصلا يحتاج إلى تصويب وتصحيح لما فيه من أخطاء يأتي إنسان ويسأل لماذا تحبون الأبيض ولا تحبون الأسود لماذا تحبون التجويد في القرآن ولا تحبون الترتيل لماذا تحبون الإنشاد ولا تحبون الغناء ويأتي إنسان ويتحدث عن الشعر وعن الغناء وهل الغناء حلال وحرام والشعر حلال وحرام ويبدأ يتسلسل في هذه الأمور ويتحدث بما لا يليق حتى أنه يتهم الناس كان لما يتشدق إنسان أي يبدأ يتقعر بالكلام المصطفى لا يقبل منه هذا ويقضب من هذا الأمر وكان إذا حاول أنه يبالغ كالذي قال أنا لا أتزوج نساء قط كره النبي هذا الفعل قال أنا أصوم ولن أفطر قط فكره النبي هذا الفعل قال أنا أقوم الليل ولا أنام قط فكره النبي هذا الفعل لما سماه التنطع وهو المبالغة والمجاوزة في الحد فهذه من الأشياء التي كانت تغضبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الآن نود منك شيخنا أن تعرفنا على أعلام من الأعلام المصرية وهو الشيخ الشافعي الإمام الشافعي هو إمام عظيم ولكن يا شيخ عمر نتحدث عنه إن شاء الله في فقرة خاصة عن هذا الإمام لكن قبل أن نذهب إلى تلك الفقرة الإمام الشافعي يا شيخ عمر ليس مصريا لكنه دفن في مصر تريد أن تعرف المزيد؟ نتعرف عليه إن شاء الله أكيد شكر لك شيخ أحمد وسنتعرف اليوم على هذا العلم الكبير وهو من الأعمى الأربعة الإمام الشافعي مع الشيخ أحمد الطلحي الذي دائما نشكره على هذه الاستضافة وعلى هذا الإطراء في هذه المعلومات وهذه القصص الجميلة التي تجدونها فقط في أعلام ومعا الحمد لله الإمام الشافعي الإمام المبارك وهو سيدي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي رحمه الله رحمة الأبرار هذا الإمام المبارك الذي جاب الدنيا وله من الألقاب الكثير والكثير فمنهم من لقبه أنه هو ناصر الدين ومنهم من لقبه فقيه الملة ومنهم من لقنه بأنه المحدث والحافظ والعلامة في عصره حجة الله في زمانه على أهل زمانه هذا الإمام المبارك الذي ولد في غزة الخير غزة هاشم التي هي بلدة أجداد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومنها انتقل من بلد إلى بلد فذهب إلى مكة المكرمة وذهب إلى العراق إلى بغداد مرتان وذهب إلى اليمن السعيد طلبا للعلم والمعرفة فهو رحالة وهو فقيه وهو محدث وهو علامة له كتابه الأم وله كتابه الرسالة كتاب الرسالة الذي ألفه في بغداد في رحلته الأولى ثم عندما ذهب إلى مصر وأقام في مصر أعاد كتابة هذا الكتاب فظن الناس أن للإمام الشافعي مذهبان في الفقه أن المذهب الأول والمذهب الثاني أو المذهب القديم والمذهب الحديث إلا أنه كتب كتابه الرسالة في بغداد ثم عندما أقام في القاهرة أعاد كتابته أو هذبه من جديد وكانت له رؤى ثانية في هذه الأراء الفقهية وهو يعتبر من ثالث الأئمة من الأربع الأعلام وهو الإمام الأول الإمام الحجة الإمام الأعظم سيد أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه وتلميذه الإمام المبارك إمامنا في المغرب الكبير سيدنا الإمام مالك بن أنس وتلميذه مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه إمامنا المبارك سيد محمد بن إدريس الشافعي وتلميذ الشافعي الإمام أحمد بن حنبل تلميذه الإمام أحمد بن حنبل هو الذي قال عن شيخه الشافعي الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن هذا الإمام المبارك أولد في غزة وتوفي وانتقل إلى الرفيق الأعلى في مصر وله قبة ومزار يعرفه كل عشاقه وأحبابه المنتمين لمذهبه أينما حلوا وأينما وجدوا في القاهرة العامرة في مصر القديمة في بلاد الفسطاط يزار في كل عام ويتعلم في جدران بيته ومسجده وضريحه العامر بالكتب والمعارف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفعهم فينا وأن يجمعنا بهم في خير ولطف وعافية إنه ولي ذلك والقادر عليه وارضوان ربي وصلاته وسلامه على سيدنا الإمام الشافعي الذي خص بهذه الصلاة وكانت هي سبب نجاته في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة التي قال فيها اللهم صلي أفضل صلاة عدد مخلوقاتك على سيدنا محمد كل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون والحمد لله رب العالمين